من هنا المئة عام يعني 2124 حتى شي واحد فينا ما غايبقى عايش على وجه الأرض حتى شي واحد في هادو اللي كنعرفو ما غايبقى كاين في هاد الدنيا ما غاديش تعرف حتى شكون غاديشكون في الدار اللي هي ديال كتابة الدار اللي تعدبتي ربما عشرات السنين باش تشريها ولا تبنيها ولا تخلص لها الكريدي ديالها واكثر من هادا قاعدك الشي اللي كتمتالك دابا كله السيارة اللي كنتي كتحلم باش تشريها الحويج ديالك اللي يقدروا يكونوا من أغلى الماركات يا إما غادي يكونوا عند شي واحد آخر أو غادي يتلاحوا في الطرود يزبل حتى شي واحد ما غادي يعقل عليك وخا يكون عندك الأولاد وخا يكون عندك مال ديال القارون بيناتنا شكون عاقل عليك شدو اليوم مني كتمشي الناس كينساوك كيتفكرك بعض السنوات من بعد كتبق هذه الكرة وكأن هاد الدنيا متيحان وكيدخل فوج وكيدخرج فوج إلا درنا بروض شي نهار ووقفنا شي وقفة أمولية في هذه الدنيا غادي يتفهم أن 95% ديال الحويج اللي غا تبقى تخمم فيهم ولا لكا تبقى تخمم فيهم كل نهار ما عندهم حتى شي قيمة جوجد الحويج اللي مهمين وهي الصدقة الجارية إلا خليتها ممكن تبقى تعمر لك الكونت هنا وانتلهي الحاجة الثانية هم الأعمال الصالحة اللي درتي وقت تدهم معك أو شي عامل خليتي ديالشي مشروع خدام وبقى خدام المشروع ممكن الناس يبقى ويتفكرك محد المشروع خدام نتمنى تكون الرسالة وصلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى أخواتي تكونوا با خير وعلى خير وطلقكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله أنتم أولا إلا ديالكم وكل مهزة لكم كيف ما كتفوا اليوم فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد نتمنى هذا الفيديو يعزبكم تكملوا حتى الأخير إلا كنتي أختي أول مرة تشوفي هذه القناة فما تنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصل لك كل جديد وكل مفيد وما تنسيش أختي من ذلك الفصايمة فضلا وليس أمرا وبارتاج القناة مع أحبابك والأصدقاء ديالك لتعرفيهم كيف يبغيوا في حالة المحتوى قبل ما ندوز الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم اللهم ارحم والدي وارحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة سنشارك معكم البنات في هذا الفيديو هذا الروتين ديالي الروتين اللي عادي الروتين اليومي فيه بعض الأفكار وفيه بعض النصائح وغادي نشارك معكم كوكيز كيجي ساهل زوين والمضاق ديالو روعة تقدوه لوليداتكم كيف ماشتوا البنات فبديت معاكم الروتين يعني من يعني من جميع ديال الروينا بديت بهد الصالون جمعت بيت النعاس هي أول حاجة دست لهد الصويلين هادا غادي نبسح اختي هد البلاطوات هادو اللي كنت شاركتهم معاكم كنت شريتهم هميزة بتامع نرخيص بزاف بزاف ودرت لهم زجاجات وهنا يا واحد التعليق كان خلاته لي واحد الأخت قاتت لي بأن هاد البرودوي هادا يعني شافتني كان نخدم بي ومنين كان نرش كيعطيني غاديك الرغوة قاتت لي يا دوري ديالغلاقة غادي يعطيك غير السائل وفعلا البنات فمنين كان دوروا ديالغلاقة الحمراء اللي كان القدام فإلا دورناها را كيتسد وإلا دورناها الجيهة الخرارة كيعطي غير رغوة وإلا دورناها الجيهة الخرارة كيعطي السائل كيف ما كتشوفوه هنا ياراني كان نجرب معاكم هنا كيكون مسدود ومني غادي ندوره فغادي يعطيني غير السائل بلا رغوة وفي الأول را كنعطاني غير الرغوة موهم عطتني هاد الاقتراح هادا وبيلت نشاركو معاكم بالنسبة للبنات اللي ميكي بغوش أن يخرج لكم السائل الرغوة صافي البنات وهد المنادي لهادو اللي كان مسح بهم فكيتباعو في بيم صراحة كينشوفوه مزيان وما كيخليوش دك الشعيرات كيمسحوه مزيان مزيان وقبل ما ندوز نكمل الروتين ديالي موهم ابنات لقطات رفيهم الروتين ولكن غادي نجاوب على واحد تعليق جاني من جزائرية او لجزائري موهم غادي نخلي لكم هالتعليق هذا اللي فيه المراركة عايشين بفضل الجزائر وللأسف يضلوا يسبوا فيها الكوسكوس النوميدي الجزائري الزلي الجزائري والقفطان الجزائري كلش جزائري بدل وبدل ما يحمدوا ربي على نعمة الجزائر يضلوا يسبوا فيها ويحقدون عليها لهذا سيعاقبهم الله بسلب كل نعم منهم ان شاء الله الموهي ما ختيوا لأخويا إلا كانت شي نعمة جاية من عندكم إلا الله يقطعها هاد الشي اللي غادي نقول لك أنا يا وهذا كنسبكم عمارك لقتي شي فيديو عندي أنا كنسب الجزائر أنا المحتوى دي اللي ماشي وأنا نسب الجزائر الحمد لله كني عندي متتبعات من الجزائر مرحبا بيهم وألف مرحبا محترمات مما تيخلي وش في حال هالتعليق ولكن أنا غادي نجاوب على هالتعليق بالضبط بالنسبة للجواب على هالتعليق فتاريخيا نوميديا حكمت كل الدول المغرب العربي اللي انتي أو اللي انتا كتنسبها لك كل شي كتنسبه لكم اللي شفته ديالكم واللي ما شفتهش عندكم فيه النص سبحان الله العظيم لكن أصل الكوسكوس الحقيقي يعود لعهد الامبراطورية المغربية في عهد دولة الموحيدين التي حكمت الأندلس وحتى الجزائر مما يعني أن سكان الجزائر لم يتناولوا وجبة الكوسكوس حتى 1962 عندما أصبحوا مقاطعة تابعة للدولة الفرنسية إذن الكوسكوس طبق مغربي بامتياز ينتمي للدولة الأمة المغربية وعمرها 12 قرنا أما بالنسبة للقفطان ولمعلوماتكي أو معلوماتك فقد تم الحسم في نسبه للمغرب مؤخرا من طرف اليونيسكو وأصبح رسميا مسجلا باسم دولة المغرب أما الزليج الذي تحاول الجزائر السيطرة على تورته فالمغرب حاليا عرض ملفه على منظمة اليونيسكو وأدل بحجج قاطع تدل على أن الزليج صناعة مغربية خالصة يزين بها المغاربة كل مرافقهم العمومية وذلك منذ عهد دولة الأدارسة بمدينة فاس التي تعتبر المصدر الأول في العالم لصناعة الزليج بكل أنواعها للإشارة فقط فقصر تلمسان الذي يعتبر الأجمل عندكم فزليجه من أياد مغربية قريباً غادي تحسم هاد الملف اسماتي يا أختي أو الأخويا؟ المهم الله يعفو عليكم الله ينزل الشفاء الله يشافيكم ممارد المغرب المهمة للبنات غادي نرجعوا للروتين ديالنا من بعد البنات مجمعة الصالون دوس الاسبيراتور يعني في الصالون وحتف ديك القليسة اللي عندي قدم الصالون عيما صورت لكم مشكل شي المهم كملت أي حاجة كانت عندي فكملتها كسب قليل كوزينة هي الأخيرة قعد كندخل لها يعني البلايت الخرينة ما كانت عطلش فيها مرة دغية دغية حيث كيكون هادك الروتين يومي يعني يومياً رحنا كنجمعه مرة كندير الاسبيراتور مرة كندوز غير الشطابة كل مرة وشنو كندير مني كنحس أنه يعني دوك سدادر والزربية كولات فيها الغبرة وخكت تكون ما بيناش فرا يعني كتكون كينة الغبرة الاسبيراتور كتجبد يعني كتشوفي الحاجة تحلفي عليها ما فيها حتى شي حاجة ولكن مني كتدوزي الاسبيراتور فرا كتتخلعي كتلقي واحد الغبرة رقيقة وعادك ذيك الخملة المهمة راني وريتكم الاسبيراتور فاش كملت بيها يعني دوزتها لذيك البلايس كاملين الصالون بديتها كيب بيت ناس وعدزت للصالون ومن بعد دوزتها على لذيك القليصة أو لذيك السيجور اللي كان قلتوا فيه دائما وهنا البنات كيف ما كتشوفوا المهمة راني رجعت كان غسل المميعنة بلافي السيل حيث اختيت قهرت الصراحة المميعن فيهم البركة الشغل اللي ما كيموت دهبوا ساعة ستلقيهم مجموعين مهمة البنات كيف مستوا معايا فرا نيك نغسل بنص ديال الطابليت ورا كيخرجوا المميعنة كيشعلوا كندير هات البروغرام هذا ببروغرام ديالساعة زائد عشرين دقيقة ديال التعقيم وكيخرجوا زوينين هنا البنات كنت بحرح اللي تاحت عدسالات وعطا دك البوخار ديال هاتك شي باش تضبه بالتليفون صافي البنات هنا تصلون مميعنة وبين ما تصلون مميعنة كنت قدرت الغضاء بالنسبة للغضاء فقدرت تقلية بالحمص الكرشة ومهمة تقلية بالحمص وكملت تكشيل عندي كامل وطلعت الاسطاح اخترا عندي في القمح كنت تغاسله اصلته من البارح ومهمة راني شفت قريبا البارح يكن خاصه واحد شوية كان جات اختي وقلسات معايا البارح في السطح وبقينا هكيا كنجره فيه حتى نقيناه يعني ما فيش بزاف ديال النقة نقيناه كامل ودبا غدي نقير نصيره الى فيش حاجة هكا صغيرة وصافي مهم نصيره ونعود لي هكيا غير في هاد السيار هذا ومن بعد غادينا بينما جاء الدراري من المدرسة غادي نعطيهم هاد الزرع يدي والطاحونات طاحونات قريبا لنا غير هنا يحدانة المهم اختيره ما بقاش عندي يعني هائيا هاكا الدقيق الكامل هاد الشي علاش نطق سلت القمح يوصف البنات قلت نشارك معكم هاد القيطس هادو اي حاجة درتها نشاركها معكم روتين تحفيزي حماسي اللي عندك اختيشي شغيل تنتي تحمسي وتحفزي وتنوضي تقضيه هاد الشي اللي كين البنات ناصحة اللي نبغي نعطيكم من اللي تنوضه في الصباح فما تهزوش تليفون حطك تليفون اختي ما تهزيش صباح تتقضي الشغالات ديالك كاملين لحقيتاش تليفون ما تيخليك تديري حتاش يهم الى بديتي النهار ديالك بالتليفون اكيد انك ما تديري والو هاد الشي عن التجريبة فحتى انا الى زي التليفون صباح بقيت كانت تفرف شي حاجة صفيت انتهرز ما تنقدر ندير حتاشي حاجة ذاك الشي علاش كانحاول انني صباح النوض ندير الشغيل ديالي كامل حتى نكمل ندير الغداء ونسلي ذاك الشي اللي عندي كامل يعني في العشية المهم فاش نسلي الشغالات عندي را بعض الخطرات تيكون عندي الاشغال قلالين الى بقيتي تابعة الشغل فما كيكونش عندك كل نهار كيكون عندك الشغالات بززاف كل نهار الشغالات بززاف غير الى تبعتي فدنيك تكون عندك نقية كل شي مرتب فراها كل نهار كيكون عندك غير شي حاجة قليلة غير ذاك الروتين اللي ساهل ضغية ضغية وزايد الطياب ومهم الطياب ولو بيتي توجدي هكيا شي حويجل الوليدات للمدرسة هات الشي لي كينا البنات المهم ديتكم معي الاسطح هني كينا شميشة وخاك شي شميشة زماما شي قاسحة حي تحتلع الشي را تقريبا تكون دابة ثلاثة على ما أظن غتكون ثلاثة وراني ضغية ضغية نقيته حي كيف ما قلت لكم البار حاجة عندي اختي بقينا قاتين جماعين وحنا كننقيو هاد زراع يعني يعني يعيف ذاك اللي زار عشنا شراه فهي كتجر من جيتها وانا كنتجر من جيتي تحييدنا قاعد ذاك ذاك الشي اللي زايد في ذاك القمح مهم صيرتو وصفتو البنات وهنا اختي كملت القمح ديالي وصفتو للطاحونة ودستنا نقض واحد الكوكيز غادي نشاركو معاكم بالنسبة هالكوكيز فيه بيضة وحدة وفيه نسكاس ديال الزيت ونسكاس يكون نسكاس عمر شوية ديال يعني فيت نسكن شوية ديال سكور حبيبات وغادي نحتاج واحد الفاني واحد الصاشي ديال كاكاو وغادي نحتاج هالك هالكاو هالكاو نسكاس ديال كاوكاو مهرمش و نسكاس ديال حبيبات الشوكولة او لا تاخد شوكولة العادي او اللي فيه نسبة الكاكاو عالية تقطعوها هكا تهرمش في هشوار ولا صافي ونحتاج واحد خميرة ديال الحلويات تقدروها ديال الكيمياء تضعفوها ديال جوجو بيضات كاس ديال الزيت وانتو ما غادي يعني اي حاجة تضوبلوها المهم البنات في هذا الإناء هذا قدرت واحد القبيصة ديال الملح ودرك ديال كاس ديال السكار مع البيضاء والفاني وغادي نطرب بهم مزيان مزيان كيف ما كتوفو بهالطريقة هادي حتى كنحسو بدك سكار صفيم شا كيدوب عاد غادي نضيفو الزيت ومن بعد غادي نضيفو الإضافات الأخرى بالنسبة لدقيقة البنات فغادي نحتاجو 200 قرام نقدر ندخلوها كاملة ونقدر ندخلو يعني تبقى نواحد شوية منها المهم هاد هاد الكوكيز هاد يبغي يكون شوية العجينة ديالو تكون شوية خفيفة تكون كتلصق في الدين ولكن نقدرون نجمعوها باش هكا يجي مشقق ويجي زوين إلا بغيتو يجي اللون ديالو شوية يجي اللون ديالو هكا مغلوق يعني فحل اللون ديال شوكولات حيث هذا يعني ندخله الفرن يجي اللون ديالو شوية ناقص نقدروا البنات نزيدوا واحد المعلقة ديال ديال الشوكولات اللي نشير في القرعة والشوكولات ديال الدهن نديروا واحد المعلقة في اللول ونديروا الشوكولات ما نديرو هاد البيبي تشوكولات لما نديروهم ش حيث هما ما يتلقوا لون لا تشي حاجة وبالأخص هادول فيهم خمسة وخمسين في المية ديال ديال الكاكاو يعني ما كيتلقوش اللون نقدروا نديرو الشوكولات اللي فيه نسبة كبيرة ديال الكاكاو او لا باديل الشوكولات نديرو نص كاس ونقطعوها كنهار مشوه فهو منين كيوصل لعجين راكيل ونها واللون تيجي شوية مغلوق وكيف ما قلت لكم بالنسبة للدقيق فغادي نديرو غير المهم هنا نديرو ميتين قرام انا را دخلت ميتين قرام كاملة على حسب الدقيق على حسب البيض على حسب الكاس اللي عندكم ديال الزيت فكتزيدو بشوية بشوية المهم يبقى لكم العجين مشي قصح يكون شوية مطلوق يكون نقدروا اننا نجمعوه اللي درنا الزيت في الدينة نجمعوه و هاتش اللي كيين البنات غادي نعود معكم ان شاء الله هاد الوصفة هادي ندير فيها هاد الاضافات اللي قلت لكم غادي فيها مع القاد ديال شوكولات ديال الدهن وغادي ندير فيها الشوكولة هكا يا بادي الشوكولة اما ناخد الشوكولة اللي فيها اللي فيها لنسبة الكاكاو عالية حتى هاد اللي بي 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 تشوكولة اللي عندي رحت هما فيهم نسبة ديال الكاكاو يعني 55% هادشي اللي كاتبين البنات على دك الكارتونة ما عرفتوش بصعو لأوالو المهم هادشي اللي كاتبين كاتبين بان 55% ديال ديال الكاكاو كينف هاد اللي بي بي تشوكولة مهم ديال إقبال صافي البنات كيف ما شو من اللي زيت طربت ذاك شي مزيان وانا نضيف ضفت الكيس ديال الكاكاو هتقدرو تديروا الكاكاو ديال العبار فتا هو كيكون اللون ديال مغلوق ولكن كيكون ماداق ديال ومزوينش ومن بعد طربت عود مزيان وانا نضيف ذاك الخاليط ديال الكاكاو وليبي بيت شوكولة وصافي وضفت الموين الخميرة ودقيق كيفما قلت لكم وشكلت كاكا كويرات على هات الشكل هدا بالنسبة لطياب البنات فيكون الفران سخون ونشعلوا عليهم من الفوق ومن تحت هاد الكوك إذا البنات ما نفوتوش فيها عشر ديال دقيق را كيكون واجد اللي في زوين انه الغياد غي كيوجد والماداق ديالو كيجي واعر مقرمش يعني ما سيبقاش طياطب يعني منين جبدوه من الفران نخليوه شوية حتيش دراسو عادا نحيدوه باش ما يتهرسناش في الطوا ديال الفران وما نفوتو لش لبنات طياب عندكم من عشر دقيق تل خمسطاش دقيقة ما تفوتوهاش لي يكون شعلي الفران من فوق من تحت باش هك يجي مشقة اكثر من هك هنا كنوريكم البنات المهمة كان طلع ديال فوق من عطل من كان وري المهمة البنات هذا هو الشكل الكوكيز وهذا يعني كيجي دوي وان صراحة كيجي الماداق ديال اكثر من رائع نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديال كوم وتجربوه وترضو علي التعليم ولكن انتي أختي وصلت الهناية وباقي مادرت اليح ديك جيم فانزلي ديرها فضلا وليس أمرا ولكن انتي ما مشترك شارك في القناة وهنا البنات كانوا يجابوا دقيق من المطحانة كيف ما كتشوفوا المهم هذ القمح هذا خرج تبارك الله زوين وصلنا النهاية ديال الفيديو دمتم في رعاة الله الى اللقاء